موسيقى كتب الخبراء العسكريون والكثير من المهتمين بشأن الدفاع في بريطانيا العديد من المقالات التي حاولت تحديد الحجم والبنية والعقيدة الأنسب لألوية دروع الضاربة الجديدة التابعة للجيش البريطاني فقد حاول الخبراء في الغالب من الفراغ عن مهية هذه الألوية بالتصريحات الإعلامية والمعلومات الأخرى غير السرية التي قدمها الجيش نفسه فقد كان تقرير المعهد الملكي للأبحاث روسي والذي صدر في منتصف عام 2019 محط أنظار وتحليلات الخبراء فقد قدم هذا التقرير وصفا ملموسا للعمليات الهجومية بما في ذلك مخطط الهيكل التنظيمي ومفهوم التوظيف العملياتية ويرى الخبراء أنه في حين تجاوز هذا التقرير كل ما كتب من قبل إلى أنه أظهر في النهاية قصورا في معالجة بعض المخاوف المشروعة التي أثرها الخبراء الآخرون ومن هذه الأمور القصور في توضيح مشكلة خلط المركبات المدولبة والمنجنزرة من خلال اقتراح أن زيادة عدد مركبات النقل العسكري ذات العجلات سيكون كافيا في حين أن حقيقة التشغيل المشتتة خاصة في المسافات الطويلة التي تتجاوز ألفي كيلو متر تجعل المناورة التشغيلية في ساحة معركة شديدة تنازع صعبة للغاية كما أن توصيات التقرير في زيادة أعداد المركبات المدولبة لدى الجيش البريطانية لا تعالج بشكل صحيح الافتقار إلى قوة إيران هجومية بل الحاجة إلى استثمارات كبيرة في أنظمة المدفعية جديدة حيث يشير الخبراء والعديد من الباحثين إلى أن القيود في الميزانية المالية لوزارة دفاع البريطانية تفرض قيودا تشغيلية على الجيش وهذا يؤثر في نهاية المطاف على الأصول العسكرية من المدرعات والمدفعية لدى الجيش البريطانية وفي الحلقة الأولى من تقريرنا هذا سنتحدث عن المركبات المدرعة لدى الجيش البريطانية والتطوير الذي طرأ عليها وفترة خدمتها في الحروب والتحديات التي يواجهها الجيش البريطاني اليوم في سبيل إطالة عمر خدمة هذه المعدات أو التحول إلى نهج مختلف وتبني مركبات القتال المدرعة الخفيفة والمتوسطة فالجيش البريطاني ليس بجديد على المركبات المدرعة والهجومية فقد اعتمد في تشكيلات المشاة الآلية على مركبات مدرعة خفيفة ومتوسطة الوزن وقد امتلك الجيش البريطاني فئات المركبات المدرعة صلاح الدين وسارسين سداسية الدفع في الخمسينيات من القرن الماضي كما امتلكت بريطانيا مركبات الفيرت أربعية الدفع ومركبات الفوكس سيفي آر المدرعة وتخل الجيش عن هذه المركبات وقام باستبدال كامل عائلته من مركبات الاستطلاع الخفيفة والمتوسطة واسطة ذات العجلات بأخرى مجنزرة من نوع سيفي آر تي في السبعينيات وفي وقت لاحق استحوذ جيش البريطاني على نقلة جنود المدرعة ساكسون والتي كانت تهدف إلى نقل مشات الدعم من وإلى وحدة الجيش البريطاني المتمركزة قرب نهر الراين في ألمانيا والتي كانت تسمى بي باور على رغم من أنها صممت بعجلاته إلى أنها كانت مركبة غير متطورة ذات أداء محدود على الطرق الوعرة ولم تكن تشكل جزءا من القدرة الاستكشافية كما كانت سابقاتها وبعد انتهاء الحرب الباردة كان عدم وجود أي تهديد جديد أو مهم ضد أوروبا يعني أنه من المنطقي الاحتفاظ بالقوات الثقيلة المجنزرة القديمة وعدم تغييرها وعلى هذا الأساس استمرت أساطيل دبابات القتال الرئيسية تشالينجر والشيفتاين والمدفعية AS90 ومركبات نقل المشات FV-432 ومركبات المشات القتالية وورير في الخدمة لدى الجيش البريطانية وفي الأثناء غز صدام حسين الكويت وتم نشر دبابات القتال الرئيسية البريطانية والمدفعية ذاتية الدفع ومركبات المشات القتالية التي ظلت غير مستخدمة في ألمانيا لمدة نصف قرن تقريبا في الشرق الأوسط لاستخدامها في عملية عاصفة صهراء أو حرب الخليج الأولى وتفوقت بشكل مضطرد على الدروع العراقية السوفيتية وبعد عقد من الزمن وفي عام 2002 تم استخدام نفس المركبات المدرعة مرة أخرى خلال الحرب الأمريكية على العراق كما وفرت المركبات القتالية البريطانية حماية التنقل في البلقان وقد استخدمت هذه المركبات عادة في عمليات مكافحات التمرد التي تتشكل من قوات غير نظامية ولم تكن تمتلك أسلحات متطورة ولم يكن حينها من الضروري الاستثمار في معدات مدرعة ثقيلة جديدة لمحاربة خصوم غير مكافئين في القوة وتم أنفاق الأموال المخصصة للتحديث على المتطلبات التشغيلية العاجلة لاستخدام المركبات المتخصصة في العراق وأفغانستان وتحديدا المركبات المدرعة المقاومة للعبوات الناسفة والألغمة والتي كانت مطلوبة بشكل عاجل لمواجهة هذه التهديدات واليوم تؤكد عودة روسيا إلى الساحة حقيقة أن الدروع الثقيلة المجنزرة لا يزال لها مكان في ساحة المعركة الحديثة لكن أصول المدرعة الثقيلة لدى جيش البريطاني أصبحت قديمة ومتهالكة وفي الوقت نفسه أصبحت الحاجة لإنشاء قوات استطلاعية يمكنها الانتجار حول العالم أمر مهم لبريطانيا وذلك لحماية مصالحها وتلبية الحاجة الأمريكية محيط لقوة عالمية في مجابهة صعود الصين وروسيا خاصة في منطقتين المحيط الهادي والهندي وهذا بالضرورة وفقا لخبرها يعني الحاجة إلى تجديد الدروع ذات العجلات المتوسطة والخفيفة وكذلك الدروع الثقيلة وبعد عام 2010 تذبذبت الاستراتيجية الأساسية للجيش مع تطور التهديدات الجديدة وخفضت إجراءات التقشف الحكومية بزانية الدفاع بشكل ملحوظ وقد تحول جيش البريطاني من مفهوم اللواء متعدد الأدوار القائم على خمسة ألوية متطابقة من شأنها تمكين الانتشار المستمر في الخارج إلى مفهوم القوة المزدوجة في عام 2020 مع ما يسمى بقوة رد الفعل المكونة من ثلاث ألوية مشات مدرعة شاملة برضافة إلى لواء هجومي جوية وعندما يتعلق الأمر بامتلاك مزيج من كتائب المشات المدرعة مقابل الألوية الهجومية واتخاذ نظرة شاملة لتحديث الجيش فإن السؤال المهم الذي يطرحه الخبراء هو ما المشاريع التي يجب على الجيش البريطاني أن يليها الأولوية القصوى إذا كان لا يستطيع تحمل تمويل كل ما يحتاجه الجيش لتوفير مجموعة واسعة من القدرات حيث يأتي تحديث دبابات للشالنجر 2 ومركبات الآي أكس وإنشاء ألوية هجومية كجزء من عدد من الأولويات وإذا احتاج الجيش البريطاني تحقيق كل هذه البرامج فيجب عليه قبول أنه لا يمكن القيام بها جميعا في نفس الوقت فعلى المستوى الأساسي هناك حاجة لإعادة التفكير في دور الجيش ومجموعات المهام والحجم والبنية والقدرات فطالما استمر الجيش في العمل ضمن ميزانية ثابتة فقد يحتاج إلى خفض أو تقليص نطاق بعض المرامج لدفع تكاليف برامج أخرى وبالنظر إلى الحد الأقصى لعدد الموظفين والقيود الأخرى هناك خطر متزايد من نشر الجيش كجزء من تحالف في سيناريوهات المادة الخامسة لحلف شمال الأطصي في أوروبا الغربية أو لعمليات في أماكن أخرى في العالم في الشرق الأوسط أو أفريقيا لذلك قد يكون من المنطقي إعادة تشكيل الجيش حول كتائب الهجوم وعلى حساب ألوية المشاة المدرعة وإضاحا لذلك سيتضمن هذا النهج إلغاء برامج ترقية دبابات للشالينجر 2 ومركبات القتال الثقيلة ووريور وتخلي عن مفهوم لواء المشاة المدرعة وهذا يعني عدم وجود دبابات قتال رئيسية ولا مركبات مشاة قتالية مجنزرة ثقيلة وبدلا من ذلك سيركز تحديث الجيش على بناء قدرة مميزة حول القوات الميكانيكية المدولبة متوسطة الوزن القادرة على النشر المستقل لمسافات طويلة وببصمة لوجستية منخفضة ويرى الخبراء أن مثل هذا النهج لن يقلل من مكانة بريطانيا لتصبح لاعبا من الدرجة الثانية ليس له قيمة حقيقية للحلفاء لكنه سيمنحها تركيزا متجددا وفرصة لتطوير عقيدة حرب جديدة فاكتساب قدرات من شأنها أن تسمح للقوات البريطانية بالتفوق في الحروب الاستطلاعية مما يجعلها متميزة فيها هنا يرى الخبراء أنه عند محاولة تلبية امتلاك قدرات المشاة المدرعة والقدرات الهجومية في آن واحد فسينتهي بالجيش البريطاني في أداء دور ثانوي وغير متخصصة ويطرح المؤيدون لنهج التركيز على نهج واحد بدلا من التشتت وعدم القدرة على التمييز في قدرة معينة تساؤلا عن السبب الذي يصعب إحادة دبابات القتال الرئيسية البريطانية لتقاعد فقد أنفق الجيش حوالي مليار جنيه استرليني لتحديث 148 دبابة تشالنجر 2 قديمة وأنظرا لضآلة هذا العدد مقارنة بالقوات الروسية المدرعة والتي تبلغ أكثر من عشرة آلاف دبابة مهما دفائدة هذا العدد في رضع العدوان الروسية على الحدود الشرقية لأوروبا أو في البلقون أو حتى ضد بعض القوات غير النظامية في إفريقيا أو الشرق الأوسط والتي أصبحت تمتلك اليوم أنظمة صاروخية موجهة مضادة للدروع بالتأكيد هذا لا يعني أن مفهوم دبابات القتال الرئيسية MBT قد عفى عليها الزمن ولكن أكثر من 200 دبابة بولندية من طراز ليو بارت 2 وأكثر من 500 دبابة PT-90 بالإضافة إلى دبابات الجيش الأمريكي من نوع M1A2C أبرامز الموجودة في نفس البلد ستكون أقرب كثيرا إلى صاحة القتال المتوقعة من أي فرقة بريطانية حتى وأن احتفظت بريطانيا بوجود لها في ألمانيا ويعتقد البعض أن المركبات المدنية ذات الحمولة المنخفضة أو معدات النقل العسكرية التقيلة ليست باهضة الثمن بشكل خاص ويمكن أن تحل مشكلة التنقل الاستراتيجي المتعلقة بكيفية وصول القوات البريطانية إلى ساحة القتال لكن الواقع مغاير بشكل واضح حيث تضيف هذه المعدات تكلفة إضافية على ميزانية دفاع البريطانية المنهكة في الأصل والتأثير المحتمل لأسليب الحرب الهجينة التي قد تستخدمها قوات سبيتسناز الروسية ضد انتشار القوات البريطانية مثل الكماء وزرع الطريق بالعبوات النأسفة والألغامة والتضليل والتشويش والهجمات الجوية وما إلى ذلك يجعل مثل هذا النهج هامشيا في أحسن الأحوال في ذات الوقت هناك العديد من التهتدات التي قد تتحدى النقل البحرية لنشر ألوية مشات مدرعة عند الحاجة فبافتراض أن الجيش البريطاني يمكنه توفير فصائل مدرعة ثقيلة إلى المكان المطلوبة فلن يكون لديه أعداد كافية من دبابات لتشالينجر 2 ومركبات الورير لتحقيق تأثير فعال بمجرد نشرها لأن الجيش البريطاني يفتقر في ذات الوقت لما يكفي من المدفعية وأصول الدفاع الجوي الأرضية جي بي اي دي لدعم هذه الفصائل المدرعة ويعتبر الخبراء أن برامج التحديث وتمديد فترة الخدمة للمنصات المدرعة الثقيلة لدى الجيش البريطاني قد تأخرت وهي باهظة التكلفة من حيث طول العمر الذي تضيفه لدرجة أنها فشلت في أي تحليل معقول للمكافأة بين التكلفة والفائدة المرجوة من نشرها اشتركوا في القناة